تنقل وزير والسكن والعمران والمدينة محمد تارق بالعريب أمس الثلاثاء التسع عشان في الفين واربعة وعشرين إلى ملعب يدور لمعينة مدى تقدم الأشغال وذكر بيان والوزارة أن الزيارة استهلت بتفقد أشغال التهيئة الخارجية التي تقوم بها الشركة الوطنية للأشغال العمومية أسان تي بي الوزير ولد وقوفه على الأشغال المتبقية أمر مؤسسة الإنجاز أسان تي بي بضرورة الانتهاء منها حيث قدم المدير العام لمؤسسة أسان تي بي ضمانات وتعهدات لتحقيق ذلك إلى جانب رفع جميع تحفظات قبل نهاية جونفيا الجاري واجتمع الوزير مع مؤسسة الإنجاز الصينية زي سي جي سي المكلفة بأشغال الإنجاز الملعب والتي ثبثة من خلال تقارير ومحاضر المعاينة الدقيقة والرسمية والمعدة من طرف المفتشية العامة لوزارة السكن وكذا مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة والمراقبة إخلالها بالالتزامات التعاقدية والتقاعصية الواضح في تنفيذ الأشغال الموكلة لها على الرغم من أنه تم تقديم إعدارين للمؤسسة حيث تم تنبيه المؤسسة لعدة مرات بضرورة احترام البنود والالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد الأساسي للصفقة الرسمية ولواحقها وأبدأ الوزير استياءه وعدم رضاها تام من آداء المؤسسة المكلفة بالإنجاز ZCGC بخصوص إخلالها ببنود العقد لا سيما متعلقة منه بأجال الإنجاز وتسليم المشروع ترجمة نانسي قنقر